السلام عليكم ورحبا بكم خواتي في قناة سوق السيارات لا تنسوا اشتركوا في القناة فعلوا الجرس وديروا جامل لا فيديو كل يوم جديد ان شاء الله جدد البنك الوطني الجزائري اعلانه بتوفيق قروض مطابقة للشريعة الاسلامية خاصة باقتناء السيارات ويعتمد نظام القرض على عملية اعادة بيع سيارة جديدة من طرف البنك لصالح الزابون وتأتي هذه القروض خاصة بعد عودة بعض مصانع تركيب السيارات الى النشاط مجددا على غناء غرار مصنع رونو بوهران وشيري بيستيقل وتكون عملية اعادة البيع بسعر الشيراء اضافة الى هامش ربح واوضح البنك الوطني الجزائي ان سيغة التمويل الجديدة موجهة الى الافراد المقيمين وبخصوص تسديد القرض اكد البنك الوطني الجزائري ان فترة تسديد القرض القصوى تصل الى 60 شهر كما انه بامكان الزابون قيام بالتسديد المسبق بشكل جزئي او كلي وحسب ما كشف البنك على موقعه الالكتروني فان الزابون الراغب في اقتناء سيارة بامكانهم اقتنائها عن طريق سيغة المرابحة التي طرحها المصري التي تسمح للمواطنين باقتناء سيارات وفق المبادئ الشريعة الاسلامية يقوم البنك باقتناء السيارة لدى واكيل البيع ثم يقوم اعادة بيعها للزابون بهامش ربح متفق عليه من الطرفين ويستفيد كل الاشخاص الافراد المقيمين في الجزائر التي تقل اعمارهم عن 70 عام ولهم دخل ثابت ومنتظم اي اكبر او يساوي 40 الف دينار جزائري حيث يختارون السيارة التي يرغبون في شرائها حيث يشتريها البنك من الواكيل ويقوم البنك ببيعها للزابون بهامش ربح متفق عليه مسبقا بسعر البيع موزع على فترة تتراوح من واحد الى خمس سنوات مع اقصاد شهرية ثابتة ويوصل سقف التمويل الى غاية 85% من سعر السيارة لمدة تتراوح بين شهر و60 شهر مع تحديد هامش ربح تنافسي وسرعة في معالجة الملفات تصل الى خمسة ايام موسيقى